بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وخلال البرقية دعا وزير الداخلية أن يعيد المولى عز وجل تلك المناسبة العاطرة أعواما عديدة ومصر والأمة الإسلامية والعربية في رفعة وازدهار كما بعث وزير الداخلية برقيات تهنئة إلى كل من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي كما بعث وزير الداخلية برقيات تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك كما بعث وزير الداخلية برقيات تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة ومفتي الجمهورية الأستاذ الدكتور شوقي علامة كما بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقيات تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاون الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بوزارة الداخلية